حديثي الرئيس الامريكي جو بايدن عن تجاهل المملكة العربية السعودية له ولطلباته المتكررة بشأن النفط خرجت ايضا وزيرة الطاقة الامريكية جينيفر جرانهولم لتؤكد المؤكد بان المملكة العربية السعودية دات قرار سيادية لا يتزعزع فقد قالت وزيرة الطاقة الامريكية جينيفر جرانهولم ان دول اوبك تجاهلت الدعاوة الامريكية لزيادة الامدادات مما دفع الرئيس الامريكي جو بايدن الى البحث عن وسائل بديلة لخفض اسعار الوقود واضافت لشبكة سي ان انا ان اوبك للأسف تسيطر على اجندة اسعار النفط وبايدن يحثهم على زيادة الامدادات ولكنهم اختاروا عدم القيام بذلك الاسبوع الماضي وتابعت قائلة الرئيس يدرس كل الخيارات المتاحة امام قد يكون هذا ثاني تهديد من الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية في ظرف يومين بعد تهديدة الرئيس الامريكي لان الرد سيكون قويا ونتبع مقالته غرانهوم حيث لم تستبعد امكانية استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار في اسعار الوقود المحلية بما معنى ان المخزون الاستراتيجي الامريكي والذي يعتبر مقدسا بين قوسين ولا يمس الا في الحالات الطوارئ سوف يستخرج هذه المرة لماذا؟ كوسيلة ضغط المملكة العربية السعودية وروسيا ووبيك من اجل اتخاذ استراتيجية جديدة لخفض اسعار الطاقة واشارت الان هذه احدى الادوات التي يمتلكها الرئيس الامريكي وبالطبع يفكر في استخدامها المملكة العربية السعودية تجبر بايدن على استخدام الاحتياطي الاستراتيجية والذي يعتبر غير قابل للمساس الا لحالات الضرورة القصوى فهل وصلت واشنطن الى هذه الضرورة القصوى؟ وهل اجبرت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بالفعل؟ على الاذعان للامر الواقع امس السبت قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان ادارته لديها سبل للتعامل مع ارتفاع اصعار النفط بعدما ان رفضت اوبك وحلفاؤها اوبك بلس مناشدة امريكية لضخ مزيد من الخام الاسد السعودي الامير فيصل بن فرحان ايضا كان له رد قاسم على كل هذه التهديدات والتواعدات وحين سألته مذيعة سي اين بي سي عن تأثير صحب امريكا للباطريوت على قدرات المملكة العربية السعودية جاب سمو الامير جوابا كافيا شافيا قال هذا الباطريوت الذي تتحدثون عنه هو من الاساس موجود لحماية القوات الامريكية وليس لحماية المملكة العربية السعودية وتعقيبا في البداية على ما قاله الوزير السعودي الامير فيصل بن فرحان فكلام الوزير صحيح تماما لان الباطريوت الذي تتحدث عنه مرارا الولايات المتحدة وان صحبه قد اثر وربما سيؤثر على المملكة العربية السعودية في الحقيقة هو لم يكن ابدا لحماية المملكة العربية السعودية بل كان لحماية امريكا نفسها كان لحماية القوات الامريكية في قاعدة الامير سلطان ولما انسحبت اغلب القوات الامريكية من هناك سحب الباطريوت المكلفة بحمايتهمهم اي الامريكيين فلماذا يتم التركيز على ان ذلك الباطريوت كان مخصصا لحماية المملكة العربية السعودية ونعود الى ما قاله سمو الامير فيصل بن فرحان حين قال حقيقة لم يؤثر سحبه على قدراتنا الدفعية وكما ترون كنا قادرين بالفعل ونجحين في الدفاع ضد الهجمات المستمرة وتعقيبا على هذا الجواب ايضا يجب التأكيد على ان كلام الوزير صحيح تماما ونستذكر هنا اكبر عملية تصد قامت بها القوات السعودية وذلك بعد فترة قصيرة جدا من سحب الباطريوت الامريكي من الاراضي المباركة حيث اذا كنتم تذكرون اعزاء المشاهدين اسقط 21 درونا انتحاريا دفعة واحدة للحوثية فيما يؤكد القدرات العظيمة والمميزة جدا لنظام الدفاع الجوي الصعودية دون حاجة الى اي مساعدة اجنبية